تتجه أنظار وعشاق الكرة العربية إلى متابعة نصف نهائي مسابقة البطولة العربية بعد أن انتهت مباريات دول المجموعات بتأهل اتحاد الفتح المغربي والترج التونسي والأهل المصري والفيصل الأردني اللقاء الأول من نصف نهائي سيجمع الأهل المصري أمام الفيصل الأردني يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية الفيصل يسعى لإكمال سلسلة انتصاراته وبلوغ نهائي البطولة العربية لتحقيق طموحه في اللقب العربي الأول في تاريخه في المقابل يسعى الأهل للوصول لنهاء البطولة والثأر من خسارته بدور المجموعات في الجولة الأولى أمام الفريق الأردني بنتيجة هدف نظيف وقد تأهل الفيصل الأردني متصدرا للمجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث انتصارات فيما تأهل الأهل المصري كأفضل ثاني في المجموعة برصيد ست نقاط حيث انتصر على نصر حسين داير جزائري والوحدة الإماراتية وقد تأهل الفيصل الأردني متصدرا للمجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث انتصارات فيما تأهل الأهل المصري كأفضل ثاني في المجموعات برصيد ست نقاط حيث انتصر على نصر حسين داير جزائري والوحدة الإماراتية في اللقاء الثاني من نصف النهائي سيجمع اتحاد الفتح المغربي مع الترجل التونسي يوم الخميس المقبل على ملعب استاد الاسكندرية اتحاد الفتح وصل لنصف النهائي بعد ان حصد خمس نقاط متفوقا على العهد اللبناني بفارق الاهداف وقد اتتح اتحاد الفتح المغربي لقاءته العربية بتعادله امام نادي الزمالك المصري بهدفين لمثله فيما تغلب على النصر السعودي في تاني لقاءته العربية بنتيجة ثقيلة قوامها اربعة اهداف نظيفة وفي الجولة الثالثة من دول المجموعات تعادل امام العهد اللبناني بنتيجة هدف لكل فريق اما عن الترجل التونسي صاحب العلامة الكاملة في مجموعاته الثالثة بتسع نقاط من ثلاث انتصارات حيث حقق اولى انتصاراته في اولى مبارياته بالبطولة العربية امام نفط الوسط العراقي بنتيجة هدف نظيف وتغلب بالجولة الثانية على المريخ السوداني بهدفين مقابل لا شيء واقتتم مبارياته في دور المجموعات بانتصاره على نادي الهلال السعودي وانتهت بثلاثة اهداف مقابل هدفين انتظرونا في دور بلاس بتغطية مميزة لهذه البطولة حيث سنقوم ببث مباشر لجميع المباريات عبر الموطع والتطبيق مع المزيد من الاخبار والاحصائيات الخاصة عن البطولة العربية اشتركوا في القناة